كبار قرى داخلين الكان بذكريات وباسلوب الارجنطين في الفين واتناشر كله متقمص دور الارجنطين وبيتعصروا في اولى مبارياتهم بعد تعصر مصر وغانا والكاميرون وناجيريا جاء دور المنتخب الجزائري وبعد شوت اول مميز جدا 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 وبيفكرنا بايام الفين وتسعتاشر في طولة كاس ام افريقيا في مصر بيقدم شوت مثالي وبسجل هدف وبسجل التاني ولكن يتلغي للتسلل بتلاقي الجزائر بيخش الشوت التاني بشكل غريب بأداء اغرب بتغييرات اغرب واغرب من جمال بالماضي عشان يخرج الجزائر متعثر في مباراته الاولى بالتعادل واحد واحد مع انجولا. في حالة النهاردة هنتكلم في كل حاجة عن مبارات الجزائر وانجولا في اولى مبارات الجزائر في كاس امم افريقيا الفين اربعة وعشرين. فابنى نخش في اي حاجة انزل اعمل لايك. ولو مرة تشوفني اعمل شرف القناة في على الجرس عشان حلقات قهوة الكان وحلقات الجزائر اول ما تنزل على طول تجي لك انت اول واحد. ويلا بينا نخش في الحلقة. اهلا بيجا اهلا جاية بحلقة جديدة من قهوة الكان الفين اربعة وعشرين ومبارات النهاردة مبارات انجولا والجزائر بعد ما كلمنا بارح على مطش مصر ومزنبيق غانا بتتعصر في نفس اليوم والنهاردة بعد ما السنغال ادريا تفوق على جنبيا منتخب الكاميروني بيتعصر برضو والنهاردة بعد ما الجزائر بقى قدم شوت اول مثالي. مثالي على صعيد كل شيء سواء على صعيد الفردي على صعيد الجماعي على صعيد الضغط على صعيد التكتيج على صعيد كل شيء. المنتخب الجزائري قدم شوت اول مثالي. كان عندك ابعض الفشاكل. ولكن ما ظهرتش قوي في الشوت الاول لان المنتخب الانجولي ما كانش قادر يهجمك اصلا. انت شوت الاول عامل. شوت مي سالي. ضغط عالي شارس جدا في كل حتة في الملعب. والكرة مش معاك بيتحول لطريقة والكرة معاك بتحول لطريقة تانية. وبتحاول تخلق فرص وتحاول تخلق تعدد وبتحاول تخلق آآ تفاوقات آآ نوعية وتفاوقات مركزية وتفاوقات عددية في كل شيء في ارض الملعب. فانت ابدايتك في المباراة ما يدلش تماما اللي تتعمل شوت تاني شبه ده. اللي احنا ما شفناه. بتبدأ المباراة الاربعة تلاتة تلاتة واليها ادوار مركبة كتير جدا جدا جدا. بنشوف اول مرة الناس. ولعبين بتلعب مع المنتخب الجزائري بيلعب آآ مندرياف في حراس المرمى. قدامه اتنين. وده كان غريب بالنسبة لي. عيسى مندي. والجنب ورمى بن سبعيني. عشان يخلق فرصة لي آآ 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 نوري. انه يلعب باكلفت. اللعب بلعب ويلفرهامتن وبتاع فخلق دور يلعب بيه وهيجيلكم في الكلام. ولا منها تاني مين؟ بيوسى مع الطال سلاسة وسط الملعب نابيل بن طالب مع اسماعيل بن نصر ومعاه فارس اشعابي. وقدامهم سلاسي بغداب بنجاح يوسف البلايلي ورياض بحرس. دي التشكيل على الورق. ولكن في ارض الواقع. في ارض الواقع والكورة مع الجزائر الطريقة بتتحول لتلاتة اربعة تلاتة. او تلاتة اتنين خمسة كمان مش تلاتة اربعة تلاتة. تلاتة اتنين خمسة. في التلتة الامامي. ازاي بيحصل ده? حوالك ازاي? ايات بن نوري بيتقدم للامام. تمام? والنحة التانية بتلاقي يوسف عطال اخر نفسه عشان يبقى تالت مع اسا مندي ويه اه رامي بن سبعيني. اسف. وبتلاقي ناحية اليمين فارس شعيبي بيسيب منطقته في عمك الملعب. وبيتطر في نوعا ما نحية اليمين معاديات محرسة نعمل معاه السنائية. والنحة التانية بتلاقي اسماعيل بن نصر كمان بيميل نحية الشمال شوية وبيسيب منطالب لوحد بس في نص الملعب عشان يعمل مسلس مع يوسف بلايلي ومع ايات نوري. دي طريقة او دي شكل بيحاولي لعب بيه. واوقات كتير كنا ما نشوف الطريقة دي. طيب الحاجة التانية اللي بيحاولي لعب بيها هو الكرة مع الجزائر. ان يخلي اسماعيل بن ناصر وفارس شعيبي اللي اتنين يتحركوا فانصاف المساحات. ويخلي يوسف البلايلي ورياض مهرس يطلعوا على الاطراف تماما. طب الناحية الشمال اوقات بتشوف حاجات تانية. اوقات الناحية الشمال بتلاقي اسماعيل بن ناصر هو اللي خد الخطة تماما وتحول كوينج ليفت وتلاقي يوسف البلايلي هو اللي دخل لانصاف المساحات علشان يضرب الدفاع الانجوري. وطبعا ده كله بمساندة ايات بن نوري ان هو بيتقدم كتير جدا 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 لانه عارف. ومتأكد ان اللي بيغطف ظهره رابع من سبعيني فبالتالي مفيش خوف على المنطقة الدفاعية. فالشوط الاول كنت بتشوف ضغط عالي من من الجزائر بتشوف تقدم للدفاع. الدفاع تريد ما بيبقى وقف في نص ملعب آآ انجولا وفي ضغط كبير بقى من كرة من هنا وكرة من هنا وكرة من هنا. طب الكرة اطعد من الجزائر بتلاقي ان الجزائر ضغط ضغط شرس جدا على عامل الكرة بلعب واتنين وتلاتة ولو ما استخلصش الكرة منتخب الجزائري بيحاول يلعب بطريقة تانية ويرجع ويحاول ينظم خطوطه بطريقة ايه بقى اربعة اتنين تلاتة واحد. بتلاقي فرس شعيبي هو اللي بقى لعب عشرة وصانع على عاب ورياض بيحرز ويوسف بلايلي وبغداد بن راجح واتنين في نصف ملعب نابيل بن طالب ويسماعيل بن ناصر ووروا بقى الخلفي يوسف عطال ورمى بن سبعيني وجنبه عساماندي ويات بن نوري. دي الطريقة للجزائر كان بلعب بيها. وده الطريقة كورة ولا اروع ليه بغداد بن نجاح وبغداد بن نجاح بصراحة انا يعني عارف من زمان مش مش اقول لك بقى من الفين وتسعتاشر في كاسر اوام لأ ده من الفين وخمستاشر من ايام ما كان بغداد بن نجاح بيلعب مع الناجم السحلة. كنت بجيب بغداد بن نجاح مهاجم سفاح. سفاح. اديروا الكورة قدام المرمى او حطوا في موقف واحدة لواحد قدام الجون وتفرج. بتلاقي بغداد بن نجاح بيجيب الجون مميزة جدا جاب جون ود الافضلية لمنتخب الجزائري. المميز للجزائر في الشيط الاول ان الجزائر ليه بقولك في الشيط الاول لان الشيط التاني في كلام تاني. الشيط الاول منتخب الجزائري كان مميز جدا بعد ما سجل هدف مريحش. لأ. انا هضغط واجيب التاني. انا بعد ما اجيبت الجول ما رجعتش بقى لنص ملعبي والا هو طراخي بقى والا عبادت بتاع تلعب ايه بشكل كده لأ. انا هضغط ضغط على شارس. هضغط انا حامل الكورة بشراسة جميلة جدا هضغط بكل خطوتي وخطوتي كلها تبقى غربة من بعض عشان ما يبقاش فيه فرصة او يبقاش فيه اه مشكلة عندي سواء بقى في الهجمات المرتدة او كده وده اللي كان ممايز جدا مع الجزاء في شئة الاول شئة الاول برضو كان فيه بعض الثغرات وما كانتش باينة شئة الاول اللي هي الصغرة بتاعت عمك الملعب انت في عمك الملعب بالطارين اللي بتلعب بيه وبالدغتر عالي بالشكل الهجوم اللي بتلعب بيه بتلعب واحد بس في نص الملعب هو نبيل بن طالب فده قدى اللي انت عندك مشكلة في عمك الملعب لان فاز واسمائل بن ناصر اللي اتنين بيرجعوا ولكن متأخرين فبدأ ان يبقى فيه فجوة في نص الملعب ولكن قدرت تخرج بشئة الاول وانت واحد سفر منتخب الانجولي قبل نهاية الشوت نزل مابولولو في 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 مهاجم مابولولو كان عاد قد يكا مش فاهم ليه بصراح وهاجم مميز جدا في التحدي السكندرع عندنا في مصر وهاجم تقيل يعني مازلوا في نهاية الشوت بتOpenها حانكشكkee فبداق في بداية الشوت دي التاني بقى دي كانت الغريبي نسبة لي الجزائر قل لي جدنا في الضغط قل لي جدنا في كلاس الكرة قل لي جدنا ان هو يهاجم المنتخب الانجولي ولهدد مرة المنتخب الانجولي والغريبين المنتخب الانجولي هو اللي بتده يمسي الكورة بتколي يمسي الكورة وبتده يتجرق عليك وهبتده يروح ما بتستخلص لا ده بل كمان المنتخب الانجولي بيضغط عليك وبيوصل لمرماك وادى لوصول الانجولا لمرماك ان هو ياخد درب الجزاء ياخد درب الجزاء ويسجل لان ان انت يشد التاني انا معرفش جمال بالماضي قال ايه اللي اللي عيبة جوة قلت لبس ان انت تنزل يشد التاني ما بتضغطش مفيش ضغط العلي الشرس اللي انا كم بشوفش شد الاول مفيش شراسة في الضغط اللي انا كم بشوف ان حتى لو لاعب بيضغط لوحده كان بيضغط بشراسة اكتر بيضغط باجريسيف اكتر ولكن ده ما شوفنش اللي التاني اللي عبا كلنا هتحسل اللي هو ايه اه يا شباب ده انجولا ويا شباب الجبنة واحد سفر الجوني التاني يجري كده جاي فقدر اللي انت بتعملش حاجة متوصلش طيب ده ده لعبين في ارض الملعب وتسجل عليك جون يعني جاي جات درب الجزاء من مابلولولو لبس نبيل منطالب درب الجزاء جات دربت الجزاء وأتسجلت ضربت الجزاء وبقى واحد واحد طيب بعدو واحد واحد ايهений يعني شكل جاء تدخلات جمال بالماضي جمال بالماضي عامت بالنسبة لي او من وجه تنظري تدخلات سيئة جدا سواف توقيت التغييرات او اللاعبين اللي انت خرقتكم من الملعب توقيت توقيت التغيير اللاعب اللي خرقتكم الملعب و هو مرتبط ببعده باخداب و نجاح و يسف بلايلي كنت تصبر عليهم شوية باخداب و نجاح و يسف بلايلي كنت تسيبهم في الملعب شوية ما معتقدش ان الاتنين وقعوا بدنين او كده انت اتخرجهم في الدياعة حاجة وستين او الدياعة وخمسين. متوقعش. الاتنين كانوا يقدروا يلعبوا كمان كويس. ويقدروا يوصل الى مرمى اكتر. والغريبة اللي بالنسبة لان انت لما نزلت اللي خرجت بغضب النجاح وخرجت يوسف بلايلي. نزلت ادم والناس. ونزلت اسلام سليماني. اسلام سليماني كان مهاجم مكان بغضب النجاح. ولكن نزلت ادم والناس نحية الشمال. لا مش مش طريقته. مش مش مكانه. ادم والناس بلعب آآ وينج رايت. مكان رجال ما يحرس. سويا لعبها في نابولي ويا لعب وينج رايت. او في الليل دلوقتي بلعب برضو وينج رايت. فانت جبت من اللي تتلعب انا مش فاهم. وادم والناس نزلت بمناسبة وعمالش حاجة. ما هددتش اي شيء. مش بلعب في مكانه. فمش قادر يعملوا الدور ده. فبالتالي ادم والناس خسرت يوسف بلايلي. وبمناسبة برضو. نزلت ادم والناس وخسرت ادم والناس. وانت نزلت لا مش في مكانه. فظل ان رياض ميحرس اصلا في مكانه. في مركزه. وكان سيء النهارده. ما فاتش المنطقة بالجزيرة باي شيء هجومي. تماما. ولا من اوفرات ولا من كرات سبتة ولا من اه من تهديد على المرمى ولا تزيد على المرمى ولا صناعة فرص ولا اي شيء. انا كان عندي ان جماله بالماضي يتجرأ ويخرج رياض ميحرس وينزل مكانه ادم والناس في المنطقة دي. وتلعب يوسف بلالي في مكان عادي جدا ما تخرجوش دلوقتي. سيب لي فرصة. ادينه وقت. او اغلب الزنون انه انت خلاص مش عايز تعمل ده. خرج رياض ميحرس. نزل سوفيان في جولي في نص الملعب بطل فراش عيبي. والعب فراش عيبي ناحية الشمائي ناحية ريمين. فراش عيبي اصلا بلعب في فرانكفورت. اه وينجرايت. ونزل في جولي في نص الملعب. كنت تبقى شكلك افضل. وراجلتك غريبة. غريبة. خرجت بعدها بنطالب ونزلت زروكي وخرجت بعدها يوسف عطال ونزلت اه قيتون. انا مش عارف. نفس اللي حصل على متخب مصر. شهد اول كنت ميز بتهدد وبتوصل وبتلعب والدنيا جميلة. الشهد التاني كان شكل غريب. طب هل اللاعبين العرب بينزلوا مثلا شهد التاني لو خلاص. الدنيا يريح بقى شباب رياحوا الدنيا. وهدوا الدنيا. نتدخر بقى مجهودنا. عندنا ماتش جاي بوركينا. بقى بالنسبة للجزائر. وقلنا حطانيا مصر عندها غانا. فالله شبابنا رايح لها ماتش جاي. شاني ماتش جاي تقيل. فبالتالي بتخسر الماتش ده. او بتتعادل الماتش ده. فبتخش الماتش الجاي. متكهرب اكتر. متوتر اكتر. اه الدنيا مشغولة عندك. دماغك متشتتة. عايز توصل. عايز تكسب. مستعجل. فبالتالي ما اللي فيه اكتر من كده بعد الشوت الاول. ولكن من شكل غريب. شكل غريب جدا جدا جدا. من الكبار كلهم. مش كلابها نعمصر الجزائر بس. الكبار كلهم. معادة يعني سنغال وكونتيفار قدروا يتفوقوا في ماتشهم الاول. لكن باقي الكبار كله تعصر. وربنا نستو بكرة بقى على تونس وعلى بعد بكرة على المغرب. لهم متعصروش بقى قدام آآ قدام الفريل اللي 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 اللعبوها تونس تريمها تلعب آآ مالي. على معتقد. او هتلعب الفريل الرابع مش فاكر مين بصراحة تونس. وينها حتى انا هتلقى الجزائر بتلعب تنزانيا. فربنا يسطر. ربنا يسطر المنتخب الكبار بقى تونس والمغرب. في الواف الاخر دي قرأي شخص واحد وراي انا في مبارات الجزائر وانجولا. ادرك انتب في المنتخب الجزائري. وقل لي توقعات اكل منتخب الجزائري قادر من هو او بعد التعادل ده وانتو كون ده جرز انظار ليه. والماتش الجادد بوركينا يدر ينتصر وقدر تفوق ويسعد من المجموعات. ويوصل لبعيد في البطولة. ولا هنشوف تعصر من الجزائر في هذه البطولة. وقل لي رايك في الكومنت. ولو حلقة بداية تشوف نعمل لايك. كل مرة تشوفني اعمل شرف القناة على الجرس. حلقات او تكن تجيرك او ما تنزل على طول. وتابعنا على كل تشوف على تويتر. كان معك مصطفى. شوف كل حلقة الجاية. سلام.